شبكة الأمل شبكة البحرين تولي الشباب اهتماما بالغا وذلك انطلاقا من رؤية جلالة الملك المعظم في تمكين الشباب وضمن توجهات الحكومة برئاسة سم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للاستثمار في العنصر الشبابي باعتبارهم عمد الحاضر وأمل المستقبل كما ثمن سعادته الدور الكبير الذي يطلع به سم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تبني المبادرات الهادفة لتمكين الشباب وتوفير بيئة حاضنة لهم تعزز دورهم في المجتمع لبناء مستقبل مستدامة مشيدا في هذا السياق بما يليه سم الشيخ خالد بن حمد الخليفة من اهتمام ومتابعة حثيثة للبرامج والمبادرات التي تعزز قدرات الشباب وتؤهلهم لصناعة مستقبل واعد وبين سعادة الوزير أن وزارة الإعلام وبالتزامن مع اختيار المنامى عاصمة للإعلام العربي الفين واربعة المعشرين تحرص على دعم أي مبادرة تسعى لتمكين الشباب وتحفيزهم ودعم إبداعاتهم حيث يمثل الاستثمار في طاقات الشباب رافدا أساسيا لنهضة الوطن وتقدمه وأشد سعادته بمبادرة الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب شبكة الأمل وانطلاقها من مملكة البحرين منوها بأهدافها كمنصة عالمية جامعة تضم الدول التي تؤمن بقوة الأمل لتمكين الشباب من تخطي العقبات وتحقيق تطلعاتهم طبعا شبكة الأمل منتهج نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه في نشر الأمل والتسامح والتعايش بين الشعوب فإحنا استلهمنا نهج حضرة صاحب الجلالة الله يحفظه ويرعاه في هذا الموضوع أننا كمملكة البحرين تحب العمل الشبابي المشترك وتحب أن تجمع بين أفضل الممارسات الناجحة وأفضل الممارسات في مختلف الدول في سبيل الارتقاء بالعمل الشبابي فهذه كلها قيادتنا الحكيمة والرشيدة فكرهم في هذا الموضوع وأحنا انتهجنا هذه النهج أنا ممتن جدا لزيارة مملكة البحرين لأول مرة للمشاركة كمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب في أول فعالية لشبكة الأمل وهي مبادرة تجمع صانع القرار في قضايا الشباب من مختلف دول العالم لتبادل أفضل الممارسات في شراك وتمكين الشباب كما أنها تهدف إلى بناء منصة عالمية تضع الشباب في المركز ولهذا السبب تم تعطيرها تحت اسم الأمل حيث يمثل الشباب أملنا الحقيقي في تحويل مجتمعاتنا وعندما أنظر إلى الأمم المتحدة أرى أن الشباب هم أفضل وأكثر فعالية في إعادة أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها الصحيح بحلول عام 2030 طبعا إطلاق شبكة الأمل من البحرين هذه حاليا تعتبر توقيتها متزاما مع قمة المستقبل ومخرجتها والمساحة المخصصة للشباب منها في المستقبل طبعا لما ننظر على المستوى الصنائي بين الأمم المتحدة والبحرين هذا يأخذ جزء مساحة كبيرة من التعاون الصنائي والذي هو من خلال اتفاقية الشراكة بين الأمم المتحدة والبحرين التي نتطلع إلى أن توقع في أقرب فرصة قبل نهاية العام الجاري وستكون خرطة الطريق التي تنفذ بها التعاون الصنائي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإن شاء الله يكون الشباب واخد فيها مساحة كبيرة